في درسه عرفية جديد وبعنوان جديد أنا يوم سنتعرف على درس العدد والرابط في هذا الدرس سنتعرف على العدد من هايز أنواعه والرابط أول ما هو العدد؟ العدد هو اسم يدل على مقدار أو ما يدل على كمية للأشياء المعكومة طيب ما هو المعبدود؟ المعبدود هو اسم يميز العدد إذن تعرفنا على العدد بأنه هو اسم يدل على مقدار أو ما يدل على كمية للأشياء المعبدودة أما المعبدود هو اسم يميز العدد نأخذ بعض المثلات مثال منع الاستعمار صدور أكثر من عشر جهازة حجبت الصفحة الوطنية مدة ستة آوام أثناء الحرب العالمية الثانية عشرة عشرة هو العدد ما هو المعبدود؟ هي كلمة جهازة ستة أعوام ستة هي العدد وأعوام هي المعبدود أما الآن سنتعرف على الأنماع العدد للعدد أربع الأنماع ما هي؟ لدينا العدد المفردة، العدد المرتبة، والبعض الرقود والأعداد المعطوصة نتعرف على الأعداد المفردة، الأعداد المفردة وهو العدد الثالي من التركيب والعضل وهي الأعداد من واحد إلى عشرة، وآل ومهن ومليون إذن الأعداد المفردة هي الأعداد الثالي من التركيب والعضل هي الأعداد من واحد إلى عشرة، أي واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة ثمانية ومسعة وعشرة، وأيضا هي أعداد مئة، وعل ومليون أما العداد المركبة هو العداد المركب تركيباً مسجياً من 11 إلى 19 طيب ما معنى مركب تركيباً مسجياً؟ المركب تركيباً مسجياً هو ما يعطيناه كلمة واحدة عندما نكون 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 أما أنفاظ العقود فهي ما يوضح على الأعداد التالية 20, 30, 4, 50, 60, 70, 80 وحتى العدد 90 أما الأعداد المعطوفة هو العدد المحصول بين عقدين فلما فيها العقود إذن هي الأعداد المحصولة بين عقدين 21, 33, 95 هذه هي أمثلة طبعاً علينا الآن سنتعرف على كل الأعداد بمفرده سنتعرف على العدد من حيث أحكامه إعرابه ومحاوبته للمعطوف نتعرف الأول عن العدد المفرد قمنات العدد المفرد هي الأعداد من 1 إلى 10 سنتعرف الآن عن 1 و 2 نقرأ الأمثلة قراءة الكتاباً واحداً وقراءة الكتابين 2 اكتنم الكتاب تدل عنه معدود وواحداً هي العدد كتابين تدل عنه معدود واثنين هي العدد كما نراحصنا بأن العدد هو واحداً واثنين والمعطوف هي كتاباً وكتابين كيف يتطابق العدد من المعبود؟ نلعى حصر أن الإذن أي الإسم المفرد والمسنى يذلان على العدد يوصف معه أي عندما أقول فرأته كتاباً أعلم بأنه مكتاباً واحداً من دون أن يتبعه العدد وعندما أقول فرأته كتابين أعلم بأنه مكتابين 2 حتى لو لا أذكر العدد وإذا تبعه مع عدد فيعرق صفة ويقواصفه في الإفراض والتسنية والتذكير والتأليف والإعراض إذن العدد الضابع المعبود من حيث الإفراض والتفنية والتذكير والتأليس حتى في الإعراض والعدد يعرق هنا صفة بينما المعبود يعرق حسن المتبعدي من الجمع الإعراض أقول قرأته فماذا لم نعرض سكون في اتصالي بداية الفاعل من تحرية والتأليف المتصل من نعرض الضبع المعرفة الفاعل ماذا قرأته كتاباً فكتاباً يقول به منصوب وعلى من تصبيه الفتح الضابع على آخره أما واحداً ما لكنا تعرف يعرق عدد داتماً صفة إذن واحداً هي صفة منصوبة وعلى من تصبيه الفتح الضابع على آخره نعرض الكتاب الأخر كتاباً أيضاً هي مفهول به منصوبة وعلى من تصبيه الإعراض لأنه مسلم والنعبوداً على التدولي في الإسم المفرد أما أثنين أيضاً يكون إعراضها صفة منصوبة وعلى من تصبيه الإعراض لأنه مسلم منه نعبود مع التدولي في الإسم المفرد أما المفرد الآخر وهي العدد ثلاثة حتى العدد عشر نأخذ الأمثلة مثلاً تعرف العدد تجرائي المصطحي خمسة صحفة ما هو العدد؟ العدد هو خمسة والمعبود هي صحفة نراحظ المطامة بينهما نراحظ أن لا علاقة للمعبود بالعدد فهو يخاركه بالجلس ما هو نقصد بالجلس؟ أي في التذكين والتأمين نراحظ أن العدد إذا كان مذكر يكون المعبود مؤنث وإذا كان العدد مؤنس يكون المعبود مذكر عمل أي تبادل؟ العدد مذكر المعبود المؤنس العدد مؤنس المعبود مذكر لدينا هنا خمسة أو صحفين؟ صحفين؟ هي مؤنسة العدد يجب أن يكون مذكر إذا لا علاقة للمعبود بالعدد فهو يخاركه في الجلس في التذكير والتأمين أما أن ننتظر لك العرابين الأعراب العدد يعرض حسب الموقع من كل جملة أما المعبود يكون جمعاً مجموراً بالإضافة ما ستقصد بجمعاً؟ أي أن المعبود دائماً يأتي جمع المعبود دائماً يأتي في حارة الجمع نعرف خمسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضادرة على أخرين أما صحفين هي دائماً تعرض يمهجر بالإضافة فليم الضغط المجرون وعلامة جره الفتحة الضادرة على أخرين ننتقل الآن إلى الأعداد المفردة المهة والألب ومضاعفات هما المضاعفات يجب أن أصدر مياه المليون المليار هذا من سماء المضاعفات نعرف المثال باع عداج للصف في اليوم ألف نسخة من مائة عمان سخفين ما هو العدد؟ العدد هو النفع المعبود نسخة بالمثال آخر من مائة عنوان سخفين مائة العدد وعنوان هي المعبود نلاحظ المطابقة بينهم ما؟ بين العدد والمعبود لا علاقة للمعبود بالعدد لا علاقة له تبقى الكلمة العلمانية إذا كانت مذكر تبقى مذكر عنوان وإذا كانت مؤنس تبقى مؤنسة أما عن العراب فالعدد في عراب حسب موقعين في الجملة أما المعبود لا يكون مفردا ويعرب مجهورا بالإضافة أخذنا في الفقر السابقة بأن المعبود يجب أن يكون جمعا أما هنا كيف أن يكون المعبود مفردا نسخة وعنوانا هي كلمة مفردة وتعرب مجهورا بالإضافة نأتي إلى العراب العدد باع عدد نسخة في اليوم ألف نسخة باع باع فعل ماضي فبني عدد حظاهي على الأخلي والتاجر فعل مذكوه على مترفع الضمّة والضابعة أصدقوا في مضاق إليه اليوم مفرول في زرف زمان منصوب على متنصبي الفاتحة ألف نسختين ألف طبعا من العدد يُعرق رسمه وقيمة الجملة فألف هنا مفرول به منصوب علامة نصبي ألف تحضارية على أخرين أما نسختين فهي مضاق إليه وأن ذلك ما نأتي المعبود مفرد ويارب مجهور بالإضافة فنسختين مضاق إليه مجهور علامة جره الكسر الظاهرة على أخرين مين حق في جر مائتين بسم مجهور علامة جره الكسر الظاهرة على أخرين أما عنوالك قلنا دائما تعرف مضاق إليه المجهور علامة جره الكسر الظاهرة على أخرين ننتقل الآن إلى العدد التاري هو العدد المركبة الأعداد المركبة قلنا هي الأعداد التي تركبت فيما مسجيا وهي الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر نأخذ بالمثلة أقرأ أحد عشر عنوانا من السعوب اسبوعيا قرأت عنوانا مطابقه في الجنس أي أنه يطالقه في التذكير والتأليم يوجد مطابقة مذكر مذكر مؤمن مؤمن أما على التعباء العدد يعرض حسب المبعيد في الجملة أما المعدود يكون مفرنا ويُعرض أمييزا للعدد المنصوص نعرض الآن أقرأ أحد عشر عنوان أحد عشر نقول عدد مبني على المدح الجزئي الجزئي هي أحد والجزء الثاني هو عشر إذن هو عدد مبني على الفتح الجزئي لحظ الفتح في محل نصب مفرول به هذا العدد يكون لهم الحلم للتعراب يُرى حسب المبعيد في الجملة إذن نقول عدد مبني على الفتح الجزئي في محل نصب مفرول به أما علموانا العدد دائما يُعرض تنمييز منصوب إذن عموانا تنميز منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره أما قرأة إحدى عشر تجريدة أيضا إحدى عشر تعرض على المبني على تدخل جزئي في محل نصب مفرول به أما جريدة تنميز منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره حتى المنسبة إلى أحد عشر وأحد عشر الآن ننتقل إلى اثنين عشر واثنتين عشر نأخذ المثال أقرأ اثنتين عشر وجريدة أسبوعية ما هو العدد؟ العدد هو اثنتين عشر المعدود هي جريدة ما هي القطابة بين العدد والمعدود؟ علامة المعدود للعدد يطابعه في الجنس أي يطابعه في التذكير والتأنيم مؤنف، العدد يجب أن يكون مؤنس مذكر، يجب أن يكون العدد مذكر أما من هيئة الإعراب العدد يعراب الجسد الأول لإعراب المسنى رفع المجمعا ونصبا ويبنى الجسد الثاني عن الفتحين إذا نكون الجسد العدد فقط بعد الثاني عشر واثنتين عشر نقسمها الجسم الأول يعراب المسنى ويطابعه في حالة الرفع والنصب والجر أما الجسد الثاني فيكون مجمعا الفتحة أولا يأخذ مكان من اللعبة أما النعبد يكون دائما مفرد ويعرف تميز في العدد المنصوب نعرض اثنتين عشر أقرأ اثنتين عشر تجينة النسبوعية أقرأ فعلي الضارع مرفو على مرفع الضم الظاهرة على آخرين الفاعل من المستطرة تقدير الثاني اثنتين عشر من الآخر مطلوب منصوب علامة النصبية لماذا لي أنه مسنى إذن هو يعتبر نعامله معاملة بالاسم المسنى أما عشرة فدعر جزء من العدد مبني على الفتحة الضاهرة على آخرين وجريدة في المعنون قلنا دائما الدعرة تنميز جريدة تنميز منصوب علامة النصبية الفتحة الضاهرة علامة النصبية ننتقل الآن إلى باب معداد المركبة وهي من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فتعرق إراما واعلاً حسب مفعبان ملارا نقوم نقرأ المثال أقرأ ثلاثة عشر عنواناً صحفياً وأربع عشرة مجلةاً سنوياً ما هو العدد؟ العدد من ثلاثة عشر المعددية عنواناً العدد أربع عشر والمعدد هي مجلة ما هي العلاقة بينهما؟ علاقة المعدد بالعدد يخاربه في الآحاب ويطالقه في العشرة كيف؟ ثلاثة عشر عنواناً لدينا المعدد عنواناً مذكر يخاربه بالجزء الأول إذا كان مذكر يأتي الجزء الأول مؤنس إذا كان مؤنس يأتي الجزء الأول مذكر بينما يطابقه بالجزء الثالي مذكر مذكر بينما مؤنس مؤنس ثلاثة ثلاثة إذا ما قلنا بأن إذا كان المعدد المذكر فهو يخاربه بالجزء الأول ويطالقه بالجزء الثاني بينما هنا أربع عشر مجلة أربع عشر مجلة مجلة العشرة أما من حيث التعراب فيعرض حسب موقعه في الجملة مبنياً على قدر الجزء يعرض كما لو أننا نعرض كلمة واحدة حسب موقعها في الجملة أما المعجزة يأتون مفرد ويعرض تنمييزاً مقصوباً للعرض إذا المعجزة يجب أن يكون دائماً مصاد ويكون تنميز نعرض أقرأ ثلاثة عشر عنواناً صحقياً وأربع عشر مجلة ثلاثة سنوياً أقرأ فعلم ضارمة ويجب أن تجري الضم الضغر على الخليل والفعظمي المستثل تقديره وأنا ثلاثة عشر إسف مبني على فتح الجزئي في محل مصر مطعوب يكون مرحب ويكون موقعه من الإعراب عنواناً قلنا مع المعجزة الدائماً لعرف تنييز منصوب على نصب الفتحة الضغر على الخليل أما إعراب أربع عشر الوقت إذن نحن نحن الوقت عقود أربع عشر هو اسم معتوف على الثلاثة عشر وهو اسم مبني على فتح الجزئي في محل نصب مفهول به لأنه معتوف على الثلاثة عشر ومجلة تنييز منصوب على منصب الفتحة الضغر على آخر العقود قلنا أنها الفاضة العقودية عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون ستون ثمانون حتى العدد تسعون تسعون نقرأ الأمثلة طبعا مبسسة اتباع عشرين مجلة وثلاثين عنوانا صحفيا ما هو العدد وما هو المعبوض العدد هو عشرين وثلاثين أما المعبوض فهي مجلة وعنوانا ننتقل إلى المضابقة بين العدد والمعبوض نلاحظ أننا العدد قد معدود بالعدد المذكّر المذكّر والمهنس يقّر هو أنه أما من حيث الأعراب فالعدد المعبوض تسعون موقعين في الجملة ويلحق ويجمع المذكّر السن لا نقر عن مجمع مذكّر سن وإنما ملحق بالني أما المعبوض يكون مفردا ويعرف تمييزا منصور للعدد الأعراب طبعا مؤسسة ارتباع أشريمة طبعا فعن راضي من يعرف الحظات العائلة والثالثة تأنيس مؤسسة مفاعل مرفو على مهرفة أي أضمنة ارتباع في مضاب إليه المعبوض العرب منصور على المتصول إليه لأنهم حق الجمع المذكّر السابق ومجلة وإنما معظم دائما يعرف تنبيه مجلة تنييز منصور على المتصول إليه ألفة أوضادرة على أخرين الواقع عطف ثلاثين اسم معطف على عشرين هو منصور مثل العالم المتصول إليه لأنه مفرحة جمع المذكّر السابق وعنوانا تعرف تنييز منصور على المتصول إليه أوضادرة على أخرين ننتقل الآن إلى الأعداد المعطوطة الأعداد المعطوطة بلنا بأن هذه الأعداد التي تأتي بين العقود أي بين العقدين من 21 إلى 99 مثال سحبة 23 عنواناً وعيد منها 53 مزمتاً ما هو العدد؟ وما هو المعطوط؟ العدد هو 23 و53 أبنى المعطوط فهو في الأول عيوان وفي الثانية رزمه ما هي العلاقة بين العدد بالمعطوط؟ نلاحظ علاقة العدد بالمعطوط بأنه تخاربه في الأعحاد إذا كان مؤنّث يأتي قرار المعطوط مذكّر وإذا كان مذكّر يأتي المعطوط مؤنّث ولا العلاقة للعقود بالمعطوط أما من العراب نعرف أيضاً على جذئين الجزء الأول نعرف حسن ومقعين في الجملة أما الجزء الأفثاني فيعرف العراب العقود المنحقة بجمع المذكّر أفثاني المعدود يكون دائماً مفرق ويعرف تلميز منصوب بالعقود نأخذ الثالث العراب سحبة ثلاثة موشور عنواناً سحبة فعرمات المبنين المجهون لضمه أولي وفي سرمه أمن آخره فبنع الفترة الضادرة على آخره ثلاثة ثم تعرفنا الفاعل مرفوع وعلم انتظر الضمه وامرة على آخره الواق حسب عبد عشرونة يسمى مغفوف على ثلاثة منذوع وعلى مدرسع الواق لأنه قد عبد جمعي مدرسة أستأل أدنى عماناً فمن دائماً دعاً تنين منصوب على نسبة فترة الضادرة على آخر أعيد منها ثلاثة وخمسمة رسمة أعيد فعل ماضي تبقي المجهول أيضاً ثلاثة منذوع مغفوف على مدرسع الواقع في عبد 5 سنوات المعطوف على ثلاثة منذوع مدرسة أماماً أماماً تنين منصوب على مدرسع الواقع على آخر وشكراً لكم وأمنا تكون قد استفدتم من الدائس مع تنينيات نهدف بالتوفيق والنجاة والنظام وليون التوفيق